رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لصعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم في قصر عرقا في الرياض اطلع المجلس على مجمل المحادثات واللقاءات التي جرت بين المملكة والدول الرامية الى تطوير العلاقات ومد جسور التعاون وتنميته في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة قد تابع المجلس التطورات الراهنة على الساحتين الاقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها مؤكدا مواصلة المملكة الدعم والعمل الجماعي متعدد الاطراف في اطار مبادئ الامم المتحدة والمشاركة الفاعلة والمبادرة بكل ما يسهم للوصول لعالم اكثر استقرارا ونماءا على الاصعيدة كافة واجدد مجلس الوزراء ترحيب بانطلاق المرحلة النهائية من العملية السياسية في سودان والتأكيد على استمرار المملكة في مساعيها مع الاشقاء السودانيين والشركاء الدوليين ضمن المجموعة الرباعية ومجموعة اصدقاء السودان لتحقيق كل ما من شأنه استقرار وازدهار هذا البلد الشقيقة وقد عد المجلس مشاركة المملكة في المؤتمر الدولي لدعم باكستان الذي عقد في جنيف تأكيدا على التضامن والوقوف الى جانب جمهورية باكستان الاسلامية وشعبها الشقيق في مواجهة ما خلفته الفيضانات وامتدادا لما قدمته من دعم واسهام في الجانب الانساني لاغاثة المتضررين وقد توجه المجلس بالحمد للمولى عز وجل على ما حبى به هذه البلاد المباركة من شرف خدمة الحرمين الشريفين وقاصدهما على الوجه الاكمل وعلى توفيقه لها في تمكين سبعة ملايين معتمر من اداء المناسك في عام الفين واثنين وعشرين بكل يسر وطمأنينة وكذلك الاعلان عن عودة اعداد الحجاج في موسم هذا العام الف واربعمائة واربعة واربعين الفين وثلاثة وعشرين ميلادية الى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا ترجمة نانسي قنقر